عايز اتكلم في جزائيه كده بس ايه في الاول وبعد كده هروح لك لاخبارنا عشان فيها اخبار مهمة وكواليس مهمة وانا بقالي كام يوم عايز اتكلم فيها بس قلت النهاردة بقى ايه هتكلم وامري لله عشان ايه هتمث الاهلي وهتمث الزمالك الاتنين مع بعض دايما يقول لك ايه مش الاتنين مع بعض واحد بس سقول لك بما يرد الله يعني بص النادي الاهلي اعظم نادي في الكون واسكت فانت طبعا انت بتفضل علي الحق اهلاوي احنا جيل لك ساجد شوية واقول لك الزمالك اعظم نادي في الكون واسكت واقول لك غزل المحلة اعظم نادي في الكون واسكت بتقول كده ليه بقول لك عشان اي واحد منتمل نادي هو شايف النادي بتاعه اعظم نادي في الكون والله انت منتمل نادي الزمالك وشايف انه الزمالك افضل قلعة رياضية ومنظومة رياضية في مصر والوطن العربي وافريكي والعالم حقك نديك انت منتمل النادي الاهلي وشايفه اعظم منظومة رياضية في مصر وافريقيا والوطن العربي والعالم حقك عشان نديك فين الخلاف يعني لما اطلع انا بشجع مثلا ريال مدريد فانا بقول والله ريال مدريد ده بالنسبة لي اعظم نادي في اوروبا فاي واحد من بتاع برشورة يقولك لا 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 ومال برشورة بيعمل ايه تابو بتاع السيتي ده بيعمل ايه يا سيدي كل واحد منتمل نادي تمام يشجعه ويحبه زي ما هو عايز ويشوفه اعظم حاجة في الدنيا زي بالزبط كده ايه والدك ووالدتك انا والدي ده اعظم اب في الدنيا والدي اعظم ام في الدنيا عشان انت منتمل ايهم انت منهم نفس القصة فين الخلاف والمشكلة واحد يطلع يقولك في الزمالك الزمالك اعظم منظومة رياضية في مصر تمام انت منتمل الزمالك ولا من الاهلي انا من الزمالك طبيعيا تقول كده تمام يطلع التاني في الاهلي يقولك احنا اعظم منظومة رياضية في القرى الافريقية تمام ما فيش خلافة جماعة حب ناديك ويشوفه اعظم حاجة في الدنيا ده شيء مطلوب كمان يعني بغض النظر بقى عن الاركام ولا على التاريخ وانا بقولك هو انا لو مشجع لغزل المحلة هشوف ان غزل المحلة اعظم نادي في مصر طب والبطوء ملاكش دعوة انا بشوف في النادي بتاعي اعظم نادي في مصر هي كده يا جماعة ببساطة حبيت بس اتكلم في النقطة دي عشان انا بشوفت على السوشيال ميديا فيها جدل كبير ليه جدل اصلا مفهاش مفهاش جدل والاسف هو جدل من ناس كبيرة يعني مش مش شباب صغيرة ناس كبيرة مفهاش جدل ببساطة مفهاش جدل